اسلام عليكم ورحمة الله معاكم محمد اسامة على منصة الاسكولا اهلا بكم سنقول عدائي هنشتغل نهاردة مع بعض ان شاء الله يونت ثري يونت ثري زي ما احنا قلنا في اول الفيديو ان احنا ان شاء الله كل يونت او معظم يونت عندنا هتتكون من وطبعا احنا متفقين ان البوارت الاولاني بيبقى فيه اهم يعني يا مستر اطنش بقى الكلمات لأ طبعا اوعى اطنش بقى الكلمات لكن ركز على دول شويتين وانت خلاص بقيت في اعدادية يعني لازم بتحفظ كلمات اليونت كلها بس ركز على دول لان دول اللي احنا هنحظهم في الريدنج اللي هو دارس الريد نهاردة بتكلم على ابو مكة مو صلاح طيب بتاعنا النهاردة كمان سهل جدا 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 انت متعود خطو في ابتدائي تعال اقول لك كده على السريع الغرامر بتاعي النهاردة بيتكلم على وكمان اذا انا عارفهم ايها انا عايزك تفضل عارفهم وهنأكد عليهم النهاردة قليل بس اول حاجة لازم نعرف حكتين لازم تعرف بتاعهم لازم تعرف المعاني وبعد ما تعرف المعاني لازم تعرف هو تogie معي وهت متى بذي جاب كمان بتيجي معي طبعا انت عارف ان معناها يملك و هاس جوت برضو معناها يملك. طب او ان اختلاف بكل بساطة يا بطل انت عندك هاف جوت هتجي مع اي ويو ويو ذي. لكن هاس جوت هتجي مع هي وشي ويت. وطبعا اي سنجلر. سنجلر يعني اكسلنت برابو عليك. سنجلر هو المفرد. لكن اي ويو ويو ذي اللي هيجي مع هاف جوت هنحط كمان معاهم اللي هو البلورال. البلورال يعني جامع. اكسلنت. تعال ناخد اكزامبل كده على السريع لما اجا يقول لك. انا معايا وانا ملك عربية جديدة ik have got a new ساعة جديدة طب لو عائز اش scream idea تصرف بإي أو شي عادي. هعمل ايه? اوعت? تحط have got مع هي وشي ونجلر. لان احنا الاسرس قلين حالة ان انت عندك has got? هتجي مع الشيخ يبقى he has got a new car she has got a new car. يبقى ده في السنتينز العادية. يعني ايه سنتينز? يعني الجملة العادية. احفظ بقى الترتيب معايا زي ما هو طاله قدامك كده. جالك الاول يعني اللي هو الفاعل وبعد كده على حسب الفاعل اللي جي في الاول وبعد كده بتحط الحاجة المملوكة او مسلا لو انت عايز تتكلم على شعر مسلا او اي حاجة يبقى هو شعره مجعد محمد صلاح عايز جوتا بيجي سمايل ابو صلاح عمده بيجي سمايل ودوت هنعوز في درس الريدنج وما تنساش واحنا شغالين في الريدنج هنطبق الرول بتاعتنا يبقى ده بالنسبة للسنتنس ادي اول حاجة طب في الكوستشن في الكوستشن احنا تعودنا لما نيجي نعمل سؤال حط الاول اللي هي اداة الاستفهام وبعد كده هتخط هاب او هاز وبعدين السبجكت وبعدين جات تعال نشوف الاكزامل وات هاز هي جوت يعني هو عنده ايه جاوب بقى اعكس معي يبقى هي هاز جوت مثلا اي حاجة يبقى هو عنده موبايل جديد يبقى ده يا شباب الفكرة الرئيسية بتاعت هاز جوت طب ده لو انا عندي دابلي اتش طب لو ما عنديش دابلي اتش بسيط شي اللي دابلي اتش ركنا على جنب هتبقى هاب او هاز لو هتجي في الاول وبعدين هيجي السبجكت وبعدين جاه مثلا هاز هي جوت كورلي هر هل هو عنده شعر مجعت جاوب بقى براحتك ياس او نو تعال بقى نطبق الكلام ده في درس الريدنج بتاعنا ونشوف ابو صلاح زي ما احنا تعودين ناس مختلفة طيب هنبدأ بايه طبعا هنبدأ كالعادة وبأكد عليك اهم الكلمات اللي انا بجيبها لك النهاردة مش دي بس الكلمات اللي انت تراكس فيها لا لازم تحفظ كل الكلمات اول حاجة هنا عندك كلمة طبعا مش هنرى العربي كالعادة كلمة ملامح اللي هي الملامح الوجه مسلا ان الناس في البلاد مختلفة كل واحد هيبقى ليه بتاعه او الملامح بتاعه اللي هي ده النهاردة الدرس بتاعنا على ابو مكة على محمد صلاح موستاتش موستاتش اللي هو الشارب او الشنب سكور سكور طبعا سكور اجول يعني يحرز اه هدف رانا 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 عداء يعني اللي هو بيلعب في السبقات الجريدة خلي بقى لك بقى ان الكلمتين اللي جايين دول الفرق بينهم ببسيط قوي دي اسمها ودي اسمها الفرق ده بقى بص انا هنا خطفتها ما عملتش حاجة اسمها يعني ما طولتش فيها بص هنا اللي هي الى حد ما هنا يبقى او ده الفرق او ده الفرق هنا معناها الى حد ما لقى برا لكن هادئ خلي بالك من الاثنين عشان هيقول لك بعد شوية اللي بعدها كلمة فقير وبعد كده عندي كلمة اللي هي ودود بريف كاركتا 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 خلي بالك هنا من غير ابوستري في اس الله يبرك لك من غير ابوستري في اس هنا على بعضها معناها نك برياضي look like look like sensible sensible ممكن هو على مرحف الحس او حساس او شخصا عاقل يعني الانجليزي طبعا انت عارف ان ليه اكتر من معاني بلوك باست بلوك باست فانز اللي هم المعجبين فانز ترلي هير ترلي هير يعني ضعيف طبعا العكس بتاعها معروف اللي هو كلمة طيب عندنا اي تاني بقى عندنا درس بتاعنا على طول بيتكلم النهاردة على شخصية مهمة جدا مو صلاح او محمد صلاح محمد صلاح طبعا هنخلي بالنا من الكلمات اللي هي بلو مختلفة نخلي بالك قلنا من غير ابوستري في بلايز خلاص بقى مش هنعيد يونت وان ويونت تو كان بيتكلم على بريزنت سيمبل خلاص مش هنعيد الكلام بتاني خلي بالك هنا المطق بتاعها يارب يارب يبقى هو بيلعب بكورة وراجوت تيم ليه فريق طبعا ليبربول او فريق رادز يارب وكمان بيلعب طبعا للفريق المصري خلي بالك لازم يجي بعديها اي ان جي خلي بالك لازم يجي بعديها اي ان جي يبقى هو جيد في احراز جوز الاهداف يعني عداء سريع او سريع يعني بيجري بسرعة محمد صلاح طبعا ما شاء الله ربنا احفظه ويحمي رب عنده اكتسامة جميلة كده تخليك تحبه كده اولنا تشوفه خلي بالك بقى هنا اخطف هو تصير الى حد ما ما تقوليش هنا هنا دية هادئ احنا قلنا هادئ تبقى كوائد بطول فيها شوية هو قصير شوية كلعب كل القدم طوله متر خمسة وسبعين طبعا الفوتو بتاعت محمد صلاح طبعا لو تشعره كرليهير مجعد وعنده بطن اكسلام دي حي اولاد شخص طيب عطوف خلي بالك جاف تو خلي بالك جاف تو خلي بالك جاف تو هو يعطي المال تو بالد سكولز لبناء المدارس and hospitals in Egypt وي المستشفيات فنبس he also gives money to طبعا احنا بقى بندى الماني لمين بندى الفلوس لمين تو احفظ poor people poor people للناس الفقراء he is very friendly هو ودود and he always talks to his fans خلي بالك هو talks to خلي بالك برضو talk to he always talks to his fans دائما بيكلم مع المعجبين بتوعه he has not got much time he has got not he has not got much time خلي بالك احنا نشغل على has got النهاردة he has not got much time هو عنده شوات for hobbies but when he is at home لما يكون في المنزل خلي بالك home تاخد at he enjoys playing هنلعب علي برضو النهاردة he enjoys playing يستمتع بلعب video games and watching films يهمني هنا اللي انت تعرف ان enjoy ييجي بعديها الفرب لازم يكون اخره excellent ing احفظ اللي كويس enjoy لازم يجي وراها ing وبندى الماني لل poor people قولنا كويس دي معناها الى حد ما قولنا كمان good at لازم يجي وراها الفرب اخره ing انا كده غششتك اللي هيجي لنا دلوقتي طيب تعال نشوف اللي هيجي هنعمل طبعا زي ما احنا متعودين exercise على vocabulary او exercise على الكلمات بتاعتنا سيب اجدتين كده تبص حاول برضو زي كل مرة ما احنا متفقين لبعض ان انت تبدأ تحل وبعدين تشوف انت حليت صح او لا my eyes are weak عينية ضعيفة شوية نظر يعني I need not to see well يا طرح انا محتاج ايه محتاج فساتين عشان اشوف لأ طبعا محتاج حزاء اكيد لأ العسز فصول لأ طبعا انا محتاج العسز اللي هي النظرة my aunt is very عمتي او خلطي تكون نقط she always gives me a big present دايما تديني هدايا كبيرة تبقى هي ايه اولاد طبعا تبقى fine لها عطوفة ليه لان هي بتدي هدايا excellent my little daughter بنت صغيرة has got a big عندها ايه smelly دي ريحة طبعا بيشايف فاوله عندها ريحة كبيرة و small صغير smelly ده الماضي بتاع smell طبعا هي عندها طبعا big smile زي ما قلنا على محمد صلاح عنده اسامة جميلة او كبيرة my brother is not short for a breakfast player اخويا نقط اصير ليك او كلاعب باسكتبول هتبقى طبعا عندي quite دي وعندي quite دي quite دي معناها ينسحب طبعا الناس اللي بتتفرج على ريس المينيا والمصرع عارفة ان quite i quite يعني انسحب could do it look the best طبعا هنا عندي quite وعندي quite ايه الفرق قلنا quite اللي هي معناها الى حد ما هيجي وراها adjective هيجي وراها صفة لكن هنورت quite ليه هادئ حاجة اولاك مثلا محمد صلاح is a quite person هو شخص هادئ the queen of england is very ملكة انجلترا is very not she has got many houses عندها ما شاء الله ما شاء الله بيوت يتير يبقى she is very rich ايه غنية لان بور معناها خقير ويك معناها ضعيف فسلو معناها بطيء ما تنساش احنا بنحل طبعا بالاستبعدات we can give money to help نقط people احنا بندي فلوس لمين يا أولاد excellent to work people اقلب لكم الاكسرسيز بتاع الكلمات دوت والله بيبقى مهم جدا he enjoys ايوه لسه اللي انها حالة computer games with his friends قلنا لسه اللين حالا enjoy لازم الفربي يجي وراها ing ادي نفسك درجة 7 من 7 لطول دعلا بقى نشوف الحبة دول كمان a baby bird is not it can't fly for many days it can't fly for many days الطائر الصغير يكون ايه it can't fly خلي بالك لو انت ما كنتش كملت الجملة مش هتعرف تحل صح it can't fly for many days ما يقدرش ان هو يتير لأيام كتيرة يبقى he is very or it is very weak ضعيف i live in Cairo not at my family in فعلتي on عيلتي add فعلتي with مع عيلتي excellent المعاني مهمة i can't pick up the pops مش قادر ارفع السندوق ده my arms are weak طب ليه هنا قلت weak لان هنا قال لك can't على فكرة اقول لك على حاجة صدمة حقيقية يعني هي النطق بتاعها الأساسي can't والله يبقى النطق للأسف can't هيبقى can't يبقى احنا نقولها بقى بالنطق السليم بتاعها i can't i can't pick up that books انا عارف ان هي غريبة شوية بس للأسف ده النطق بتاعها i can't pick up the books حتى انا نفسي بطلعبك لما بقولي يعني بانسايا بس يلا مش مش قادر هنا قال لك can't يبقى مش قادر يبقى ويك لكن لو قال لك can هتبقى strong يبقى خلي بالك لازم ترى جملة كويس مو صلاح اللي هو بمكة is my favorite ها سهلة دي قوية sports star نجم الرياض المفقد people around the world have different الناس حول العالم they don't like each other خلي بقى look like that من ما قوي they don't like look like each other يعني مش شبه بعض يبقى الناس حول العالم عندهم different features ملامح أو سمات أو صفات he is very good at لسه ايلنها حالا برضو زي enjoy good at هيجي ورها الverb آخره bravo scoring number fourteen what does your brother لسه لسه بالشهالة ينوط من الرقم اتناشر تبقى look like he has got short curly hair excellent يعني هو شبهه ايه او شكله عامل ازاي تعال بقى نشوف لي الجزء بتاع الجرامر بتاع النهاردة مفيش اسهل منه اسهل بكتير من يانات وان وتو بتعندك have got has got الاتنين نفس المعنى هتفرق وقلب وكتبه رائع have got has got الاتنين نفس المعنى معناهم يملك او يمتلك وزي ما قلنا الكلام دهوت في الانتردوحشن او في المقدم بتاعك الفيديو have got هتيجي مع i, you, we, you, they احفظ يا باشا has got هتيجي مع he و she انا نشوف الاتنين نفس المعنى my father my father ده اللي هو هي اه يبقى has got a beard الحق عنده beard اللي هي that my sister اختي has got curly hair شعرها مجاعد او curly طبعا my sister ليه شي we have got nice books احنا عندنا كتب طبعا وي هتاخدها مفيش اسهل من كده بعد كده we have got strong bodies اكسامنا قوية مو صلاح has got a big smile عنده اسامة كبيرة او جميلة يبقى اولاد في الجملة العادية i you we they هتاخد have got we he she it هتاخد has got تعالوا بقى اولاد نبدأ نشوفهم فيه question طيب الجملة قدامنا هي في السؤال بقىها سهلة او it سهلة ازاي هتعكس بالزبط هتقول have you we they وبعدين got عكده has او he طبعا نجيب بعادية he او she او it بعدين got تعال نشوف بص هنا عندك عندك عدم تستفهم طيب عدم تستفهم يبقى تجيب الاول هب او has وبعدين الفاعل اللي قدامك has got a car no he hasn't got a car لا هو ما عندوش عربي يبقى في السؤال لازم تحط الفاعل في النص في الجملة العادية ما بحطش الفاعل في النص يعني الموضوع سهل او بص ادي كمان سؤال have you got a mobile هل انت معاك mobile ادي هب اهي الاول وبعدين الفاعل وبعدين got a computer هل اختك عندها computer ادي has وبعدين الفاعل وبعدين got ما فيش اسهل من كده النهار تاني حاجة بقى عندنا في الجرامر سهلة اويا عندنا ببعض دوت الجرامر بتاعه سهلة جدا هنحل كله عليه ان شاء الله ما تيلقوش وربع تاني حاجة في الجرامر عندي حاجة بتقول يعني معناها التعبير عن القدرة ايوة يعني يعني تقدر تقول يبقى هنا حاول تقول تدرب نفسك عليها كده على فكرة انا بتدرب معك عليها لان انا كنت تقول لك كانت بصراح يبقى هنا يبقى هنا بستطيع او لا استطيع يبقى بتعبر انت تقدر تعمل ايه وما تقدرش تعمل مثلا ممكن تقول لي اقدر اسمع اقدر ارى انجليز مقدرش ايه اغني اغني تعال بقى نشوف هنا قلتلك اقدر راجل النادي معاك هذا المساء ما بعرفش اركبها عجب هنا بقى عندك حاجة جديدة السنة دي ما خدتهاش عبل كده قال لك كان دي بتساوي حاجة اسمها خلي بالك اهل معنى يا ولاد معناها قادر على يبقى كان بتساوي برضو بتساوي بس كده لا مش بس كده قال لك دي ركز في اللي بقوله كويس لازم يا ولاد برسيدة باي لازم يجعب لها am او is او are يبقى انت ما ينفعش تقول i able to لكن ينفع تقول i am able to ممكن تقول he is able to they are able to يبقى خلي بالك able to لازم يجعب لها am او is او are برافر كنت بقى بتساوي i'm not able to isn't able to aren't able to وهكذا طيب من الشاطر فيكم اللي يحلل الجملة ديت i can ride bike انا بعرف ان كبه عجب عايز احط في الجملة ديت able to بسيطة يبقى i able to لأ طبعا اوعى تنسى احنا قلنا ان انت لازم تحط am able to لان able to قلنا لازم يجعب لها اولاد برافو am او is او او همسلنا تانية هي she can give money to help the poor هي تقدر can give money تعطي مالا تهلب the poor ان هي تساعد الفقراء he can't pick up the books مش هيقدر يرفع as he is very weak خلي بالك هنا as هي هي because اللي هي معناها لأن تبقى هو مش هيقدر يرفع الصندوق لانه ضعيف we can't we can't we can't live without water مش هنقدر نعيش بدون المية ودي طبعا حاجة طبيعية يبقى في بنستخدم can can't خلاص في can't can't وكمان استخدمنا have got ما تنساش تعال بقى نحل على اللي احنا قلنا ده طيب المفروض ان ان انت بتحل برضو قبل الاول my sister's long hair طبعا my sister has got برافو عليك غلط هي بستر غلط وبتقول لي برافو ايوه احنا لازم نأصدر مع بعض شوية عندك هنا my sister's جمع يبقى طالما ديت يا ولاية جمع يبقى في الحالة ديت لازم تبقى have got excellent طبعا انا هنا عندي شي خلاص هو حل الهالة تبقى has my father is very busy بابا مشغول جدا خلي بقى لك is very busy مشغول هي many holidays يا طرى بقى هيبقى قادر ولا مش قادر can ولا can't طبعا الاجابة تبقى can't excellent علي كان نقط انجلش ولي طيب احنا لسه قالين من شوية ان كان can't اللي اتنين لازم يجي وراهم الفعل في المصدر خلي بالك can't الفعل لازم يجي في المصدر يبقى بدون اي اضافات excellent number six I love خلي بالك اولاد احنا من شوية قلنا enjoy صح ايوه وقلنا like ايوه وقلنا good at ايوه قلنا بيجي وراهم ايه قلنا بيجي وراهم الفعل اخره I N G نفس النظام لكلمة love او verb love love برضو يا ولاد بيجي ورا الفرب على طول I N G by love reading books number seven my mother خلاص محلولة my mother ديت اللي هي she تبقى has got excellent bravo 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 النهار ده الجرامر سهل اول طيب تعال نحل الcorrect مع بعض يلا ديت سهل اول يعني الcorrect النهار ده في الجرامر بتاعنا سهل جدا مش مستاهل نحنا نحط خطوط في الهول الجملة بتقول هنا هو has she got blonde hair have she got blonde hair هنقولها ازاي طبعا مش هتنفع تبقى have طب ليه عشان اني هن عندي she excellent تبقى لجابة تبقى has bravo I has got some white hair I has got some white hair I has برضو لا طبعا يبقى في الحالة ديت هتبقى have هنا بقول لك عمر كونت رودا بايك عمر كونت رودا بايك طب ايه المشكلة المشكلة ان احنا قلنا ان كونت وكان لازم يجرهم الفعل في المصدر تبقى رودا هتبقى لازم تكون حفظ التصريفات كويس هتبقى ايجي معاه excellent عمر is busy عمر مجغول he can play football now طب هنا بيقول لي عمر مجغول يبقى هيقدر لا طبعا مش هيقدر لكن اللي جابة في الحالة ديت هتبقى ورجعنا تاني مع بعض يا شباب علشان نقول السمر بتاعنا التلخيص بتاعنا بتاع اللي احنا خبنا احنا خبنا طبعا على مو صلاح وكمان خبنا ما تنساش كل احدة تيجي مع ايه وكمان خبنا ازاي تعبر عن القدرة كان وكانت وزي ما اكدت عليك اسمها لكن كانت اسمها خلاص كده لو عندك اي سؤالة او في اي حاجة مش واضحة اكتب لي تحت في تحت الفيديو على طول هتلاقيني برد عليك على طول وهتلاقي كمان رابط الحلقة ديت موجود تحت الفيديو وهتلاقي الرابط دو هتتموجود عليه الموقع بتاع اللي سكولة موقع بتاع اللي سكولة هتلاقي فيه الاختبار التفاعلي مهم جدا انك تحل الاختبار التفاعلي دوت وهتلاقي الدرجة تطلع لك مجرد ما تحل الاسئلة اللي موجودة على الدرس وكمان هتلاقي الشتات الشتات ديت خاصة بالحلقة ديت وخاصة بالريدنج التاع الشتات هتلاقي مرة باسئلة ومرة مغير اسئلة وكمان اوعى تنسى ان انت لو عندك اي حاجة ابعتلي على طول اشوفكم الحلقة الجاي اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر